موسيقى جولة لأهم الأخبار الرياضية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم أكدت كبرى وسائل الإعلام الأوروبية والسعودية الإثنين تعاقد نادي الهلال السعودي مع نايمارد سيلفا لمدة موسمين قادما من باريسان جرمان الفرنسي في صفقة نقول مدوية المصادر ذاتها أكدت إتمام عملية انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الهلال مقابل 90 مليون يورو على أن يتحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بـ 80 مليون يورو وحسب هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي فإن التوقيع على العقب سيجرى بعد تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية أعلن نادي ريال مادريد الإسباني الاثنين ضم الحارس كيبا أريزا بالاقا على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من شلسي الإنجليزي وتعرض الفريق الملكي لضربة قاسية في بداية الموسم بعد إصابة حارسه الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي ما يعني غيابه لفترة طويلة جدا عن الملاعب ويأتي التعاقد مع كيبا على الرغم من إشادة الإيطالي كارلو أنتشيلوتي مدرب الريال بحارس مرمى الثاني في الفريق الأوكراني أندري لونين يلتقي المنتخب السويدي نظره الإسباني غدا ناثلتها في الدور نصف النهائي لكأس العالم لكورة القدم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا ويسعى المنتخب الإسباني مفاجأة هذه الدورة إلى مواصلة عروضه القوية والتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخه رغم أن المأمورية لن تكون سهلة أمام منتخب متمرس يصل للمرات الخامسة إلى هذا الدور يذكر أن الفائزة من هذا اللقاء سيقابل في المواجهة الهائية الفائزة من مباراة إنجليترا وأستراليا التي تقام بعد غد الأربعاء حددت أقول اللجنة الانتخابية التابعة للاتحاد الجزائري لكورة القدم يوم 21 سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للهائة الكوروية خلفا لجهيد زفيزف الذي استقال من منصبه وكان مقررا أن يعرف الرئيس الجديد للفاف يوم الرابع سبتمبر الداخل إلا أن لجنة الانتخابات قررت تمديد أجل الترشيحات إلى غاية السابع والعشرين أوت الجاري بعدما كانت يوم الثالث عشر من الشهر ذاته ليتأجل بذلك موعد الانتخابات أيضا سيكون المنتخب الجزائري للكانوي والبراكانوي كاياك على موعد مع المشاركة في البطولة العالمية المقررة بمدينة دويسبورغ الألمانية ما بين الثالث والعشرين والسادس والعشرين أوت الجاري وستنافس الجزائر بست رياضيين في منافسات الكانوي تمهيدا للبطولة الافريقية المقررة بنجيريا والتي ستكون النافذة الأخيرة لبلوغ أولمبياد باريس على أن يكون الجزائري إبراهيم جندوز من دوي الهمم أمام الفرصة الأخيرة خلال الاستحقاق العالمي لاقتطاع تأشيرة العبور إلى الألعاب البراليمبية المقبلة فزا الإيطالي يانيك سينار بأول بطولة للألف نقطة في مسيرته بتحقيقه لقب دورة تورونتو على حساب الأسترالي أليكس ديمينور بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما ستة أربعة ستة واحد وسبق للعب الإيطالي أن فاز بسبعة ألقاب في دورة أقل آخرها في مونبوليا الفرنسية شهر فيفري المنصر وأنهى سينار بتتويجه سوء حظه في نهايات دورة الألف نقطة بعدما خسر أقول نهائيين من قبل كما تمكن من الارتقاء من المركز الثامن إلى المركز السادس في سلم ترتيب لاعبية تينس المحترفين ختم الموعد الرياضي شكرا على طبيل الصغير والمتابعة السلام عليكم